الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة وأصدقها في هذا الباب ولذلك جاء في الصحيحين من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاء والنصح لكل مسلم بايعته أي صافحته وعاهدته وأخذ علي العهد أن أفعل هذه الخصال إقام الصلاة وإيتاء الزكاء والنصح لكل مسلم تدرون ماذا فعل جرير في تطبيق هذا الأصل وامتثاله والعمل به أراد يوما أن يشتري فرسا فسأل صاحبه بكم قال له بثلاثمائة الأصل أيها الأخيار أن المشتري هو الذي يماكس ويطلب سعرا أقل انظروا إلى العكس قال له لكن فرسك يساوي أعلى من ذلك فلم يزل يرفع السعر حتى بلغه ثمانمائة تصوروا معي هذا النصح يقول له فرسك تريد أن تبيعه بثلاثمائة لو كان أحدنا لفرح وأخذه وسكت حتى وإن كان يعلم أنه أعلى سعرا في السوق لكن جرير قال له إن فرسك ثمنه أعلى من ذلك ولم يزل يرفع السعر حتى أعطاه ثمانمائة أي نصح والنصح لكل مسلم أن تحب له ما تحب لنفسك هذه الأخلاق الرائعة التي نحن بحاجة إلى التذكير بها وإحيائها والعمل بها حتى لا ننسى تعاليم ديننا وأخلاق نبينا